تنويه وإعلان مهم اعتقد ان حالكم شفتوه عبر البروموهات والتنويهات اللي بتنزل عبر شاشة قناة النهار طول الوقت بس مرضو مهم ان احنا نعلنه لحضراتكم صراحة عشان ما يحصلش اي لبس او لخبطة في الموعيد او في توقيتات المشاهدة لاحقا انا قلت لحالكم من شوية انها الحلقة الاخيرة هذا الاسبوع والحلقة الاخيرة كمان للبرنامج في توقيته الحالي هذه اخر مرة حينطلق فيها اخر النهار سواء مع تامر امين او مع المفاجأة اللي حولها لكم كمان شوية الساعة 8 مساء من بكرة من يوم الجمعة الموافق 3 يوليو حيحصل تعديلات كثيرة في خريطة قناة النهار ويمكن الاستاذ علاء الكحكي رئيس مجلس الادارة كان معنا من يومين على الهوى في التليفون وقال لحضراتكم بعض المفاجأات منها انضمان بعض النجوم وبعض البرامج الجديدة وبرامج الرياضية وبرامج الفنية وما الى ذلك واعلننا كمان وقتها انه برنامج اخر النهار في ثوبه الجديد وفي توقيته الجديد من بكرة حيبدأ الساعة التاسعة مساء يعني بدل ما يبدأ الساعة 8 زي دلوقتي حيبدأ من بكرة وعلى مدار ايام الاسبوع السبعة الساعة 9 مساء محددا بتوقيت القاهرة فاكرين زمان كده لما كانت الحكومة بتقعد تغير الساعة وساعة صيفي وساعة شته وساعة ربيعي وساعة خريفي وساعة رضا وساعة حظ واحنا برضو قلنا ايه نعمل تغييرات علشان تبقى ساعة رضا ان شاء الله وساعة بركة ننال فيها احنا وانتوا ان شاء الله مزيد من النجاح ومزيد من التوفيق ده اول تعديل مهم انه من بكرة اخر النهار التاسعة مساء وعلى مدار تسعين دقيقة او ساعة ونص من التاسعة مساء وحتى العشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ده اول تعديل مهم تاني تعديل انه زميل العزيز والصديق العزيز الاعلامي محمود سعد قلي بينا فاخر النهار ويأخذ مساحته اللي هو بيبرع فيها ويتماس فيها وهي المساحة الاجتماعية والنزول الى الشارع واهتمامات الناس وملفات الناس ومعانات الناس وما الى ذلك في برنامجه الشهير باب الخلق محمود سعد هيظل في برنامجه باب الخلق وستظل في نفس معاده الثامنة مساء سيظل محمود سعد بس حيبقى بره برنامج اخر النهار هيفضل برنامج باب الخلق لمحمود سعد زي ما هو في نفس توقيته الساعة 8 مساء واعتقد كمان في نفس ايامه جمعة سبت حد طيب مدام محمود خليبينا لازم حد يجي يجدد من ازرنا ولازم يشاركني البرنامج ولازم يبقى رفيق كفاح ورفيق الضرب في مسئولية ثقيلة جدا وامانة ثقيلة جدا هي مسئولية برنامج اسمه اخر النهار وهو واحد من اهم مش عايز اقول اهم لكن واحد من اهم برامج التوكشو في مصر والراطن العربي برنامج له تاريخ وله عراقة وله اسم وله ثقة وله جمهور عريض جدا من المشاهدين وله تراكم من التوفيقات والنجاحات الحمد لله اللي عملناها مع بعض فلابد ان يكون كمان الاسم اللي حينضم اسم ثقيل ثقيل المهنة وثقيل الوزن المهني لكن هو خفيف الظل وايضا اسم يساوي اسم برنامج اخر النهار عشان كده انا بقول لكم ترحموا معي بصديق العزيز والزميل العزيز والكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الدستور الدكتور الاعلامي محمد الباز الذي سيكون هديتنا لكم في برنامج اخر النهار ابتداء من بكرة بكرة الساعة 9 مساء اول طلة رسمية لمحمد الباز على مشاهدي اخر النهار جمعة سبت حد وتقسيم الايام زي ما انا قلت رحاكم كده جمعة سبت حد التاسعة مساء ستلتقونا بمحمد الباز اتنين تلات اربع خميس ستلتقونا بالعبد الفقير الا الله زي موعبنا الاربع تيام في الاسبوع لكن مع تعديل المعاد التاسعة مساء